شوفوا أنا مصور حلقة هذي قال ما تبدو مباراة الشباب من نصر طيب فإذا فاز الشباب بجيكم حلقة سريع سريع إذا ما فاز الشباب بجيكم بطي بطي حلوة بطي 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 الله يعافيك طيب اللي السلام عليكم وأدي شخصية أرثر في لعبة Red Dead Redemption 2 لمح بوجود جزء ثالث من اللعبة وفقاً لـ IGN هو صرح من أنه من المؤكد من روكستار ستطلق Red Dead Redemption 3 في وقت ما بصراحة مرة ما توقعت ولا توقع أحد من المتابعين توقع أنه بيكون فيه Red Dead Redemption 3 واو معقول شيء زي كده يعني بالذات معنا جي تي اي سيكس أكيد متوقع أن الجزء القادم أو اللعبة القادمة يا روكستار ستكون Red Dead Redemption وعلى الأغلب لو فعلاً هذا المشروع بنشوفه قريب طبعاً قريب حق روكستار هذه سنوات ممكن تكون قصة جديدة لأنه أتوقع القصة الخاصة كده تقفلت مع Red Dead Redemption 1 و 2 لو يقول نبي بولي كلمهم يا أحمد أبشر عطني جوالك بلاب شواط عطني جوالك ألو روكستار لو أي يبغى بولي جديدة ويبيها حصرية إكس بوكس بس لا تنزعي بلاي ستيشن هاي طلباته هو مو أنا ما أوكي خلاص قرر الكلام استحقوا لك يا صديق من العسل ناصر يقول القصة ما انتهت بالكامل يقدرون يرجعون لأحداث Black Water أو بداية جمع العصابة أو يبدون من ولد جون مارستن الكاتب عنده مساحة كبيرة طال الموضوع فيه كاتب وكتابة وكتب وكذا أنا ما أعرضك ما أعرضك أبدا أتفق معاك في كل حاجة تقوله احتمال أنه نشوف بندل Grand Theft Auto 6 مع PlayStation 5 Pro والسبب هو أنه سوني هي اللي راح تمسك تسويق اللعبة وهالشي بيخلينا أكيد نشوف بندلز مثل ما صار مع أجزة PlayStation الماضية مع أجزة Grand Theft Auto الماضية لو صارت أنه نشوف هذا ممكن يكون أفضل خيار موجود في السوق اللي اللي بغى ياخذ الجهاز بعدين لأنه Grand Theft Auto ومع محرك Unreal 5 نتوقع أن أجزتنا الحالية تطلع دخين كثير ولعبة بمبهر Grand Theft Auto 6 توقع أنه ممكن هي اللعبة اللي فعلا تخلينا كلنا نتطلع لأجهزة محسنة من الأجهزة الحالية وأفضل فرند عندنا هي نازا فرندو يقول كلام منطقي جداً بخصوص نستغلاء الجيل الحالي ومحرك Unreal Engine 5 اللي قاعد يهزئ كل أجزة الجيل الحالي أتفق تماماً أما محمد يقول له الآن وضع PS5 Pro مشكوك فيه الجهاز الحالي المسهل كمعارج بشكل كامل وعشان نطوره سميات في نسخة البرو لازم نطوره معالج وما أعتقد في حال سحري غير رفع سعر الجهاز ضيق صدري ما السهل فهذه أما بخصوص موعد إطلاق Grand Theft Auto 6 ففي احتمال كبير أن نشوفه في الربع الأول من 2025 لأنه أحد الأشخاص اللي كان قد شاف التريلر قبل الكلب وسرب هذه الأشياء وذكر الأشياء اللي شافه وكانت معلوماته تقريباً صحيحة مية بالمية ذكر الموعد هذا كمان ونرجع كمان لنقطة أنه نقطة أنه روكستار صرحت أنها تتوقع إرادات ضخمة في السنة المالية اللي بتكون ما بين إبريل 24 ومارس 2025 وإسترفت روكستار صارت تتسرب بكل سهولة قبل نادرة تلقى تسريب صحيح والله أتوقع نحن أساساً في زمن التسريبات الصحيحة صارت أشياء تتسرب بسهولة مرة وعشان تضمن أنه تسريباتك ما تطلع أنت بغالك تكذب على المسربين تعطيهم أشياء كذب عشان هم يطلعون على الأشياء هذي ويكونوا منتشكة حقيقي مخضة بس الموضوع صاير مرة صعبة ننتقل الحين البونجي اللي صاير عليهم سالفة مع سوني سوني وفي العقد اللي بينهم وبين بونجي يقولون أنه لهم الحق في أنهم يغيرون مجلس إدارة بونجي والتحكم فيها بالكامل إذا ما وصلوا إلى أهداف مالية متوقع منهم طبعاً هذا خبر من عجئين يعني بالعربي كذا أنت ما في جي فلوس أنا سوي مدير برا جي مدير جديد ومتهينا وعشان لا يصير فيه هجوم ولا شيء ترك كل الشركات كذا كل الشركات كذا بس حنا حزينين كذا على بونجي شوي ما كان وداً أن هذا هو الوضع يتوصل لبونجي وجيه يقول أبسط حقوقهم إذا تدفع هذا المبلغ في السحبات طبيعي بيتغير وبتحط الأفضل عشان تطوروا الستيديو أكيد فعلاً كلامك صحي يا وجيه مؤلف Game of Thrones جورج مارتن شاف أول حلقتين من الموسم الثاني من هاوس أوف الدراغون ويقول كانت مرة سوداوية ومرة تبكي ومن الكلام هذا اللي دائماً يقوله على أعماله ومعد يقول آخر إنسان ناخذ منه رايه هو جورج مارتن ياهو طبيل بشكل دائم رفع التوقات بشكل أوفر لأن التجربة مع الموسم الأخيرة من Game of Thrones ثهد أو ويتشر يقول نظامي نفس نظام أودا بخشم ريال ينزل لك أحلى تصريح عن المسلسل والله شوف أنا حي ما علي بـ House of the Dragon أنا هيمني يكمل Game of Thrones بيكمل الكتب لأن الكتب أنا خلصتها تقريباً خلصت قراراتها في 2014-15 لحي ما عدا أتذكر شيء ومع المسلسل أحداث الداخلت في بعض فحتى لو نزلت كتب الجيدة توقع أن يحتاج وقت على ما أستوع بين وين ما قفت ووش صار أصلاً عشان أقدر أكمل فنقول إن شاء الله أنه ليخلص الأساس بعنين House of the Dragon ننسي الخير هو ماشي بنفسه أصلاً House of the Dragon وأخيراً الكشف رسمياً عن توسعة God for Ragnarok بعنوان فالهالا قادمة بشكل مجاني في 12 ديسمبر للبلاي ستيشن 5 والتفاصيل هي كالتالي تتففر في 12 ديسمبر هي خاتمة لأحداث راقناروك بتكشف الكثير عن القصة خصوصاً بعد أحداث اللعبة الأساسية فيها خمس مستوىات صعوبة كريتس بيحصل على جميع أسلحته في جميع الأوقات ورح يكون في مهارات جديدة وتطويرات عديدة تختلف عن اللعبة الأصلية السلوب اللعب رح يكون مختلف تماماً على اللعبة الأساسية ويكون مركز على القتال السريعي عبد الرحمن يقول صح إنها مجانية لكن الجودة حسلك عليها وهو مبسوط لما في أتريس وهو واضح إن منوّل مشخصينها مع أتريس نيم كانت بي بلانك هو مو بلانك نيم كانت بلانك يقول ما تنفع قتالات حلبات زي منطقة براكين باللعبة الأصلية حل إنها مجانية لكن الشغفة ميرجع أبداً أنت من جب طاري هذا المكان والقتالات اللي كانت فيه ضيق صدري إلا ما قاعدين يضيقون صدري كثير يا أخي ما أدري بش فيك ونكملها الشباب بعد شوي بعد سيقاً هبلوا يا عيال رجعوا المجموعة من ألعابهم القديمة وقالوا يالله بنسوي منها النسخ جيدة والألعاب هي جدست راديو، شينوبي، جولدناكس، ستريت فريج، كريزي تيكسي دانتي يقول أكثر شيء متحمس لجدست راديو بسبب الأرت ستايل عاجبني وأنا أتفق جدست راديو كانت جداً 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 ممتعة وولف لن يقول أحلى خبر في ألعاب أنا كنت ألعابها زي جولدناكس وستريت فريج مثلك لكن الأكثر متحمسنا من هذه الليستة كمان هي كريزي تيكسي لأن اللعبة كانت مرة عبيضة مرة تضحك وأتمنى كل اللعاب هذه صراحة أن ترجع بشكل جداً ممتاز سيقع عندها جواهر وأخيراً كوجيما أعلن عن لعبة الرعب اللي كنا ننتظرها من أول على جهاز الأكس بوكس وتم الإعلان أن اسم اللعبة أودي أو أودي بصراحة أنا ما ركزت مرة على كيف نضقوني الاسم ولما جاء وقت التصوير حسيتين أنت وخلقت طبعاً بخصوص أن السالفة فيها لحسة وتغيير وجيه أو أقمعة وشي زي كده لحسة تناسب كوجيما هذا جواهو يحب كده أنه لخبض الواحد الحوس أنه يقول إذا ما أعجب دستراندينك في احتمال كبير إن هذه ما بتعجبك لأنها فيلم تفاعل أكثر منها لعبة نقية يا أخي الحوس يا أخي تكملها علي يعني أنتم مش فيكم اليوم علي والله صدق أبغى الناس متفائلة اليوم ما فيه توجه كوجيما يصب على التجارب النغيماسية والإنسانية أكثر من أكشن والطخ هذا والله أعلم هو أعتقد من أكتفاء من الأكشن حق متل غير وبدأ يدور فلسفة أعطال الله يقول كوجيما ليش ما يرجع لعاب التخفي لما كان في كونامي مشهول مسؤول لكنه في منصب مهم وطلع تحفو رات ثاني مع متل غير الحمع السيديو خاص فيه تقريبا ثمان سنوات ما شفنا غير لعبة وكم علان حد ستراندينك تصنيف جديد كأنه ما بتدعي يجرب أي حاجة وهو المشكلة كمان في كونامي إنهم وصلوا لمرحلة كمان إنه طق فيهم عرض بسببتي يعني نذكر أيام متل غير فايف طرع كلام إنه بعض الألحان خسرت كونامي مبالغ كبيرة لأنه كان يجي مثلا على مشهد معين يطلب لحن ما يعجبه يطلب واحد ثاني طبعا ما يطلب واحد ثاني مو بلاش يعني بفلوس ثالث رابع خامس بعدين يرجع الأول واحد مرة ثانية وحركات مشابهة لهذه الحركة كانت تتكرر كثير فتوقع هذا برضه سبب من الأسباب اللي يخلي ألعابه دائما تتأخر يخلي يحتاج ميزانيات ضخمة وكونامي أتوقع على وقتها ما كان عندهم نية يستمرون بطريقة هذه ما أعرف إش الأشياء اللي تطور جوا داخل كونامي ما نعرف عن مشاكل اللي تصيروا النقاشات بين كوجيما والإداريين أو المستثمرين أو ماذا يعني لكن ما دي أنا أحسنا لو برجع يسوي أشياء زي متل غير يثير جاي زي جرجاج مارتنغاب شوي قعدلك 10 سنين على اللعبة الواحدة أو شي وبننسى الموضوع إنه بننزل حاجة والأهم في السلف هذي كله هو الرفرنس أو التلميح البيتي اللي شفناه هنا تقريبا هيد نفس اللقظة أتمنى أتمنى فهلا إن اللعبة تعطينا شي من بيتي اللي نحرمنا منها اللعبة السنة في حفل الجوائز أكيد ناقشنا عنها كثير، وهي بلدرز جيت ثري قلت لكم من بداية أنا متوقع إن هذه اللعبة ممكن هي اللي تكون فينا اللعبة السنة صح إن هذا النوع من الألعاب ما لشعبية كبيرة في منطقاتنا لكن عالميا لها شعبية كبيرة و أصحاكم تجربون هذا النوع من الألعاب صراحة نوع أجواء خاص لهم متعته شفت شباب منتقدوا اللعبة ذكروا بعض العيوب لها لها كم صراحة؟ التجربة النهائية مرة غير تجربوها ونغمسوا في أجواءها أكثر ووللي لعب اللعبة بعد عطونا آراءها أعطونا آراءكم في التعليقات اللعبة الآن توفرة أخيرة للإكس بوكس سيروس إكس و إس تقدرون تجربونها فصارت اللعبة متوفرة على الألجية الأكس بوكس والتلاي ستيشن والحاسم من قبلها يطيكم العافية على المتابعة كم معاكم أحمد المحفوظ سبحانك الله و بحمدك عشان الله إله إلا إستغفركم و أتوب إليك السلام عليكم